السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين قناة سارة انجليش مرحبا بكم ورخرا في فيديو اخر اللي غيكون اول فيديوهات اللي غدي نديرهم في هاد المقرر هذا اولا إلا كنتي كتك تقرأ في السيزيام او اللي في الباك الدروس را هم موجودين فلاشين بالنسبة للباك را هم كاملين وبالنسبة للسيزيام راني باقى خدامة فيهم ان شاء الله لانا ديما غنبقى معكم هاد السنة ان شاء الله وحتى تحب باك را غب قنلوح لكم فيديوهات اخرين مستقلين من غير المقرر وخدتهم را هكاينين كل شي كاين بالنسبة للتاسعة كما قلت لكم في الباست اللي لحت لكم ما كنت عوالا اخدم هاد العام مع التاسعة قلت حتى العام جاي نخدم مع التاسعة او لسانك يام ولكن كايلي طلبني وش حال ما نختر مش هام مره مشي جوج وقلت ماشي ما فيها بس نخدم معهم البروغرام دابا غدي يكون شوية مهم سهل البروغرام دابا انا غدي نبدا من اليونيت التانية او كي نتاع السكول ما بديت اليونيت اللي انا لكم غا تكونوا فيتينها حتى نكون او بروغرام شوية زايدة شوية في الدروس او نرجع لكم اليونيت اللي اعلى شلا اذا نبدو بهاد الدرس هادا اللي هو الكومينيكيشن كومينيكيشن هو التواصل وكي ما قلت لكم في الباست الناس اللي كي حسوا خانتا في الباك او لا في السيزيام وكد حتبرتك بلي اللغة الانجليزية لتك ضعيفة بزاف ما فيها بس تبع معنا هاد الدروس حتى هما باش تكتسب الاساسيات نتاع اللغة الانجليزية اللي ربما فاتتك فاش كنتي في تاسعة او لفصان كيام اذا نبدو كي ما قلنا الكومينيكيشن هي التواصل نشوفوا الديالوج اللولاني اللي عندنا عندنا جمال نانسي ان سارا اوكي they are communicating كيتواصلوا communicating كيتواصلوا hi my name is جمال my name is جمال زمع اسمي جمال كندان هادشيها تكون مهم عارفينوش بياه ولكن مشي معكم بالبروغرام hi my name is جمال يعني اسميتي جمال او اللا نقدروا نقولوا my name is جمال short form يعني فاش كان بغاو ندرو الفورم الصغير كندرو names اوكي ولكن الفورم الكبير يعني الكامل هو my name is جمال hello i'm nancy i'm nancy يعني انا نانسي يعني اللا بغايت تقول اسميتك تقدر تقول my name is جمال ولا تقدر تقول i'm nancy hi i'm sara hello are you american are you american مشي are you american are you american وش انتي امريكانية no i'm english انا انجليزية where are you from where are you from من انتي i'm from manchester i'm from manchester انا من manchester نشوفوا لنعود ونقرأ الconversation اللولانية نشوفوا الconversation number 2 مابين نورا and jim are you a new student are you a new student وش انت تلميذ جديد تلميذ هي student جديد هي new are you a new student yes i am yes i am اه انا اه صحيح حالك تي اه انا تلميذ جديد او لا اه انا كذلك مهم what class are you in what class are you in اش من class انت فيه i'm in class 7 انا في القسم السابع what about you what about you هي ماذا عنك والله بالعربية بالدرجة وانتية اوكي i'm in class 7 2 i'm in class 7 2 يعني احتى انا كنا في class 7 2 هي ايضا نعود ونقرأوا هاد الconversation are you a new student yes i am what class are you in i'm in class 7 what about you i'm in class 7 2 نشوفوا اخر conversation ما بين اوليفيا and anna what's your favorite subject what's your favorite subject اشنا هي المادة اللي ازيز عليك ولا المفضلة عندك هي favorite والsubject هي المادة computer studies computer studies what about yours ما حلقتي سولتها على ديال تحت يعني الsubject اللي هي مفضلة عندها computer studies هم الinformatic geography يا الجغرافية my favorite sport is tennis يعني السبور المفضلة عندي هي tennis really يا وش بالصح really it's my favorite sport too يعني احتى انا هادكرة هي favorite sport ديالي يعني السبور المفضلة عندي ايضا نعود ونقرأوا what's your favorite subject computer studies what about yours geography my favorite sport is tennis really it's my favorite sport too شوفوا التمارين اللي اتعنا يعني قالوا لنا غد نقرأ ودك شي ولا غدت listen يعني الاستاذ يقرأ لك وغدت كتب true or false then correct the false statements اذا true or false هي صحيح او خطأ true هي صحيح false هي خطأ then correct the false statements وهدوك statements الجمل اللي هما خطئين اللي هما false احنا غدين دروا لهم correction غدين صحوهم for example اعطونا واحد لمثال تماما نانسي is american نانسي is american وهنا it's false نانسي is english ماشي american نانسي is from london نانسي is from london زما هي من london false نانسي is from manchester دكشي اللي كتب لنا تماما جيم is a student جيم is a student يعني جيم هو تلميد true صحيح جيم and nora are in class 6 جيم and nora are in class 6 يعني جيم و nora كانوا في الكلاش 6 false جيم and nora are in class 7 geography is anna's favorite subject يعني الجغرافية هي المادة المفضلة عند anna هنا نقدروا نديروا جوجة الأجوبة نقولوا false يا اما نقولوا وحب جوجهم صحح geography is olivia's favorite subject يعني الجغرافية راه المادة المفضلة عند olivia ماشي anna او لا نحيضوا geography نقولوا computer studies is anna's favorite subject basketball is olivia's favorite sport false tennis is olivia's favorite sport يعني قلنا بالباسكتبول هي السبور المفضلة عند olivia ولكن احنا في هذه الconversation عدنا انه tennis هي السبور المفضلة عند olivia what's your favorite school subject what's your favorite school subject يعني انت ليكت تشوف هذا الفيديو هدا what is your favorite school subject شنا هي المادة المفضلة عندك احنا في التمرين الثاني عاطينكم المواد درهم كلهم مكتوبين تمايا match the school subject with the pictures اعطونا tower tower هما picture pictures اوكي واعطونا السمية نتاع school subjects التحت في اللي من زيما في اللي يصر اعطونا وحنا غادين نصيلوا بخط أولا غادين نكتبو كما كتب لنا تمايا بحلولانية arabic هي i الرقم الحرف ديالها هو i so number two chemistry 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 هو الكيمياء فين عدنا تمايا غتشوفوا في هذك البكتور it's age ماشي ash age في اللي انجلي كنقوله age ماشي ash ash فرانسي three sport فين هي sport it's sea very good english j good science science d great french franse هي french a computer studies computer studies e math computer studies كلناها ماشي هو الكمبيتر وهي الانفورماتيك math هي f art art هو الفنون b good واخر وحدة هي history and geography ما بينش ليه تم بسبب اللوغو so history and geography هي j very good history هي هي التاريخ والجيوغرافي هي الجغرافية هي التاريخ والجغرافية شوفوا اخر لا تماماين ثالث قالوا لنا listen and repeat then ask and answer questions all right so هنا غادي تصنطوا لي أنا كنهضر انتو ما غا تعاودوا ورايت حاولوا تتبعوا معايا في نفس الوقت what's your favorite school subject what's your favorite school subject science what's yours science what's yours art so السؤال كنظن انه واضح يعني اشنا هي المادة المدرسية المفضلة عندك school subject هي المادة المدرسية favorite هي المفضلة عندك science what's yours يعني شنا هي yours هي زع ماشي حاجة ديالتك يعني what's yours art ونشوفوا مهم هنا غادي تقدروا repeating نتبقى تعاود هادشي هادا مع صادق اللي حداك تقدر يسوي لك صادق جالك يقول لك what's your favorite school subject وانتا تقول له مثلا english what's yours يقول لك مثلا french etc مهم هاكا غادي تدروا بخاتيك انتا الاسدقاء ديالكم where are you from هنا غادي نهضر على where are you from فين مني ننتزم listen and repeat then ask and answer questions يعني غادي نتصنطوا ونعاودوا وعاد سهول ونجاوب على الأسئلة are you american are you american وشتي امريكانية وشتي امريكانية no i'm english no i'm english where are you from where are you from يعني منين انت لندن مني نقرأ وعادوا من نور يعني تبعوا معايا are you american no i'm english where are you from where are you from لندن good هنا غادي ندروا واحد بخاتيك انا ما كتبتوش بغيتوا باش يكون speaking كتر ما هو يكون writing انا هنا عندنا هاد البكترز اللي اعطونا five pictures اللي عقلتوا لبكترز هي صور very good خمسة ديلة الصور انتعت بلدان احنا غادي نقولو هاد الconversation اللي ضارت ما بين ياسمين و لاورا غادي نعاودوها ما بين مثلا احنا وهاد اشخاص هادو اللي كتب لنا بحال مثلا من المغرب كين لبناء من كندا كين السيلين من فرنسا كين جاك من الميريكان كين طام ومن انجلند كين تينا اذا احنا غادي نقولو مثلا are you american خليوها تبقى دايما are you american no i'm moroccan no i'm moroccan where are you from fez are you american no i'm canadian no i'm canadian anna canadi where are you from utawa are you american no i'm french where are you from paris are you american yes i am yes i am لانا طام من امريكا ما عنقولوش no i'm am american نيت عنقولو yes i am where are you from باستن are you american no i'm english where are you from لندن اذا هدا هو الاخرار ديال الدرس كنتمنى انكم تكونوا استفتوا ارجعوا عاودوا دوك الconversations كاملهم قروهم وقروهم وقروهم بصوت عالي باش الpronunciation ديالكم توليوا تعرفوا لها ان شاء الله شكرا على المشاهدة لا تنسوش ضغطوا على لايك وما تنسوش تباك ترجو هاد الفيديو مع الاسدقاء ديالكم لكي قروف التاسعة ولكن تجداد في القناة اول مرة كتشوفوني ما تنسوش ضغطوا على زر سبسكرايب وتفعيل جرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو آخر